من محافظة القصرين جاء وليد إلى العاصمة منذ الصباح الباكر فالتعب والإرهاق لن يكنا أكثر إلاما من بطالة طالت أكثر من عشر سنوات جاء لإسماع صوته وصوت عشرات الألاف من الشباب الذين طالت بطالتهم والمشمولين بما يعرف بالقانون 38 نشتغل حاليا في مقهى معرس عندي صغيرات وقعدين نتبع في القانون 38 إن شاء الله ينصفنا أصيل منطقة القصرين جيت البارح من القصرين عندي صحابي في القصرين مع تصمين عاملين ضرب جوع وحشي هذا القانون الذي سنه مجلس النواب المجمد ينص على تشغيل من طالت بطالتهم أكثر من عشر سنوات لكن الرئيس قيس سعيد اعتبر أن هذا القانون شعبوي ولا يمكن تطبيقه نعبر على رفضنا للموقف رئيس الجمهورية من قانون 38 والخذلين اللي صار وإلا خيبة الأمل هذه كانت معناها مش متوقعة وضع دفع المشمولين بالقانون إلى التحرك وأعلان جملة من الأشكال النضالية رفض والرئيس التونسي الاعتراف بالقانون الذي ينص على تشغيل منطلت بطالتهم بدأ يلقي بظلاله على المشهد العام في البلاد فبينما يهدد المعطلون بالتصعيد تواجه الحكومة أزمة اقتصادية حادة تحول دون تشغيل هؤلاء يقول هؤلاء إنهم كانوا يعاولون على الرئيس سعيد لإنصافهم لكن الخبر الصاعق كان تصريح وزير التشغيل عن لسان رئيس الدولة بأن التوازنات المالية لا تتحمل مئات الألاف من الوظائف الجديدة تصريح دفع حلفاء الرئيس إلى معارضته ودعوته إلى تطبيق هذا القانون هو قانون من قوانين الدولة يأمة نص متشرع قانون ثاني يعدل أو يعيد سياغة القانون بشكل آخر وإلا تستجيب ليه هو اختبار جديد للرئيس التونسي منذ قرارات الخامس والعشرين من جوليا ويتعلق بالمطالب الاجتماعية والأزمة الاقتصادية ولسيما في ظل الحديث عن عجز كبير في الموازنة وأغلاق باب التمويلات الخارجية ما دفع متابعين إلى توقع شتاء ساخنا ستعيش على وقعه البلاد مراد الدولانسي تونس الميادين